وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 588 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 256 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 60 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 197 طن وفي مجالي البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أربعة أطنان وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 397 قضية من بينها 188 قضية خبز نقص الوزن و147 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التمونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 14 قضية بمضبطات بلغت 81 طن